السلام عليكم يا شباب ألوي اللي مش هنبكة عشان اللي بيزعل من هنبكة من هنبك حلوش سمعت في بعض القنوات مش عارف عندي مشكلة هنا سمعت في بعض القنوات ان ابي احمد ما انتصارش على التجراي هم اللي سابوا الاماكن وانسحبوا حاجة غريبة طبعا ما سابوا الاماكن وانسحبوا طبعا انتصار لأبي احمد يعني انا مش فهمها دي يعني ايه فرق بان انا جاي عشان اضربك روحت انت شايفني جاري طبعا انا جاي اضربك وانت شفتيني جاي انتجريت طبعا انا انتصارت مغير ما اضربت ما عرفش فيه ناس بيحاولوا بكل جهد انهم يقللوا من انتصار ابي احمد ويقولوا ان اه انتجريب اتجهز نفسها وحترجع تحتل عديس اباب ابو قبلوني ابو قبلوني قلتها قبل كده ابو قولها تاني فيش فايدة ساعد زالول القلبة فيش فايدة او ساعد زالول القلبة فيش فايدة في بجيلي بعض الرسائل في ناس مش فهمة او مش قادرة تفهم ابي احمد او او امريكا هتستفيد ايه من تقسيم اسيوبيا او السؤال ابي احمد هتستفيد ايه من تقسيم اسيوبيا لان انا دايما بقول ان ابي احمد هاي قسم اسيوبيا هدفه تقسيم اسيوبيا طبعا هو بيقول للناس ان هدفه انو وحدة اسيوبيا لكن انا قلت مرات عديدة اما مش كل اللي تسمعوه تصدقوه انا بقول انه ابي احمد هدفه تقسيم اسيوبيا لدولات وهو هيكون الامبراطور بتاع أديس أبابا مدى الحياة فيه ناس بيقولوا هدفه ايه هو مش هدفه هو ده هدف أمريكا وأوروبا هو أبو أحمد أبي أحمد زي ما قلت قبل كده عميل لأمريكا عميل لأوروبا بينفس تعليمات أمريكا وأوروبا بالزبط زي ما صدام حسين كان بينفس تعليمات أمريكا طب صدام حسين استفاد بايه استفاد انه اشترى الدنيا بالآخرة يعني مص سرق فلوس العراق وسرق فلوس الكويت وقتل الملايين في العراق والكويت علشان هو يعيش ملك والعيلة بتاعته وبعد منه يعيشه ملوك بالمليارات بتاعته ده نفس تفكير أبي أحمد فيه ناس كتير يعني عايزين يعيش دنياتهم أغنياء ومش مهم الأخرة بقى دي ما بيكتنعوش بها أصلا يعني فيه ناس مش مكتنع أصلا أن فيهم قيامة أو أن فيه جنة أو أن فيه ناس كتير مش مكتنعي بالموضوع يعني فيه ناس كده يعني يعني أبي أحمد واحد من دون عايز يعيش امبراطور مدى الحياة وفعلا هو ده الطريق اللي هو ماشي فيه هيكون امبراطور لأديس أبابا مدى الحياة وبعد كده بعد ما يكبر يتصدق يطلع معاش وعنده مليارات ولا تريليونات وهو لسه هيبيع في أسيوبيا يعني الرجل لسه صغير عنده 45 سنة يعني لو عاش له كمان 40 سنة في خلال اللي 40 سنة اللي جايين دول العالم كله هيتغير هيقدر يبيع أسيوبيا براحته ويبقى عنده مش مليارات هم تريليونات طب هيبيع أسيوبيا المين إلا عشان الناس تفهم الموضوع ده لازم تكون فهمة الدنيا ماشية ازاي ايه اللي بيحصل في العالم اديكم فكرة في الفترة الأخيرة زي ما حضراتكم شايفين فيه تغير في المناخ في السنة اللي فاتت والسنة دي دول كتير في أمريكا وفي أوروبا وحتى مصر المطرة بتنزل بطريقة ما حصلتش يعني أوروبا الأمطار فيها ما خلصتش مصر الإسكندرية غرقت تركيا أمطار ملهاش نهاية تغير المناخ يعني بيتحول من سيء إلى أسوأ وخاصة مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الجو والعادم اللي بيطلع للسماء لما درجة الحرارة بترتفع التلوج يعني هي فيه مصبتين مع بعض يعني مش مصيبة واحدة ده مصبتين ارتفاع درجة الحرارة بتعمل مصبتين المصيبة الأولينية إنها بتدوب التلوج اللي في الكتب الشمالي ودي مليارات من أطنان من التلوج بيسموها المحيط المتجمد الشمالي يعني نصف القرى الأرضية وراء أوروبا متجمدة تاخدها من روسيا لحد أوروبا وتروح لأمريكا وترجع تاني لأن القرى الأرضية كده يعني نصف دايرة كده يعني تخيل جبت كورة كورة ورح تجاي على نصف دايرة كده ونصف الكورة دي محيط متجمد أطنان مليارات من الأطنان من التلوج افتحوا الخريطة واشوفوا المحيط المتجمد الشمالي يعني كلما درجة الحرارة بترتفع كلما التلج ده بيسيح كلما مستوى المية بيطلع البحار والمحيطات والأنهار بتزيد وهو دا السبب أن في خلال الخمسين لسبعين سنة اللي جايين في مدن كتيرة هتغرق يعني مثلا هنا في أمريكا فلوريدا دي بالكامل ممكن تنتهي نيويورك سيتي هتنتهي يعني كل المدن القرى او المدن القريبة من المية هتغرق اللي اذا كانت عالية طبعا وهنا طبعا ما فيش حاجة عالية فيها ماكن عالية وفيها ماكن واضح الوقت هيغرق نفس الشيء يعني نفس الشيء في أوروبا يعني أوروبا متوقع ان تبقى فيها مشكلتين مشكلة انها هتغرق ومشكلة يعني البحر بيرتفع فأوروبا هتنصها هيغرق والنص التاني هيتجمد يعني في مشكلتين مشين مع بعض بالتوازي هي مش النص التاني هيتجمد كله هيتجمد دي أنا مش يعني أنا حاولت أعمليها دراسة ما وصلت لهاش ما عرفتش إزاي النص التاني هيتجمد لكن أنا سمعت من علماء وما قدرت شافهم وبيقولوا إيه لكن لأنا أعرفه أن أوروبا نصها هيغرق لأن البحر المية بتاعته هترتفع وغير كده ارتفاع درجة الحرارة بيسبب أن المية بتتبخر أكتر فالأمطار بتزيد يعني زي الأمطار اللي بتنزل في اسكندرية وفي أوروبا وفي تركيا الأمطار بتزيد فالأمطار دي هتغرق النص التاني من أوروبا يعني ده على حسب اللي اسمعته من العلماء يعني يعني نص أوروبا هيغرق ونص التاني الأمطار بتاعته هتغرقه بحيش أنه ما يصلحش للزراعة يعني أوروبا بالكامل في خلال خمسين لسبعين سنة ممكن تنتهي طبعا بقول ممكن لأن في ربنا هو يقدر يغير كل اللي بيتقال طب الناس دي هتروح فين الناس دول بيدوروا لهم على أماكن تكون عالية عن سطح البحر بلاد تكون أعلى من مستوى سطح البحر الأماكن دي موجودة في أسيوبيا وعلى الشريط المحازي الأسيوبيا بيسموها خط خط أي خطاً أي أن كان يعني خط درجة معينة كده في جنوب أفريقيا مش مش في دولة جنوب أفريقيا في الدول أفريقيا الجنوبية فيها بلاد مرتفعة عن مستوى سطح البحر باتنين باتنين كيلو وبتلاتة كيلو وأحيانا باربعة كيلو البلاد دي مهما يرتفع آآ مهما ترتفع درجة الحرارة ومهما آآ دول تنتهي هتفضل دولة زي أسيوبيا دولة زي الصومال آآ دولة زي الصحراء المغربية دي مرتفعة يعني في دول كتيرة في أفريقيا بترتفع عن سطح البحر فالدول دي هتفضل عايشة مش هتغرق يعني خدت بالكم طبعاً العلماء عارفين الأماكن يعني يعني مثلاً هفهمها لكم بالراحة بسهولة المية بتنزل في أسيوبيا وبتيجي على مصر إزاي عشان أسيوبيا عالية ومصر واتية خدت بالكم فالناس اللي عايشين في أسيوبيا فوق الجبل في أسيوبيا مهما مستوى سطح البحر ما يرتفع هم مش هتوصل لهم المية فهيقدروا يعيشوا ويقدروا يزرعهم ويقدروا يعملوا كلهم عايزين ويربوا البهايم وربوا الخرفان ويربوا الغنم لأنهم بعيد عالي عاليين خدت بالكم ومن هنا أوروبا عاوزين يتنقلهم لأسيوبيا ومش بس أسيوبيا ده هم بدئين بأسيوبيا وهيقضوا دول أفريقيا دولة 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 اللي هي دول عالية عن سطح البحر فهمتوا؟ يعني اللي بيحصل انهم بيقسموا أسيوبيا يعني أبي أحمد بيقسم أسيوبيا بناء على أوامر من أمريكا وأوروبا وبشتغل حسابهم علشان بعد كده أوروبا تحتل كل دولة من دول أوروبية تحتل يعني مكان من الدول اللي هتبقى دول صغيرة منزوعة السلاح ده غير أن في سنة الثلاثين حينتشر حيجي فيروس كورونا جديد حيقضي على لا يقل عن ثلاث تربع سكان العالم فيعني الاتنين مع بعض يعني هيجي الوقت هتلاقي الفيروس قضى على ناس كتير في أفريقيا وفي نفس الوقت أفريقيا أوروبا محتاجة أفريقيا تنقل فيها ينقلوا يعني أوروبا هتتنقل لأفريقيا هي أفريقيا هي المستقبل ومن هنا بدأت العيون على أفريقيا بداية بأسيوبيا علشان كده أمريكا عايزة تخرج الصين من أسيوبيا لأن أسيوبيا دي هتبقى مستعمرة أوروبية بداية بأسيوبيا ومع الوقت هتلاقي كل دول أفريقيا اللي هي عالية عن سطح البحر هتلاقي أوروبا وأمريكا يعملوا فيها مشاكل يحطوا فيها العمال الرؤساء اللي هم يشتغلوا حسابهم علشان يخلقوا من المشاكل زي ما صدام حسين عملها خلق مشكلة من ساعة ممسك الحكم قاعد يحارب لحد ما ضمر البلد برضو أبي أحمد هيفضل يحارب في أسيوبيا لحد ما يسلمها الأوروبا وهتلاقي برضو دول تانية في أفريقيا يعني كل شوية أمريكا تغير رئيس تجيب واحد تعمله ديكتاتور وهو يفضل يضمر في الدولة بتاعته علشان أوروبا كلها تتنقل للأجزاء للدول الأفريقية اللي هي عالية عن سطح الماء فهو ده الهدف يعني الناس في أوروبا وفي أمريكا مهماش زينا مصر يقول لك الخطة الخمسية لا ده بيقول هلنا الخطة الخمسينية أو الخطة المئوية يعني في أوروبا وفي أمريكا بيفكره لمستقبل شعوبهم للخمسين سنة اللي جايين أو المئة سنة اللي جايين علشان كده بيحاول يدوروا على وطن تاني يعني مثلا شوف إسرائيل إسرائيل إمتى حصل كلام عن عمل وطن لإسرائيل الكلام طبعا مش سنة 19 ولا حاجة ده فيه كلام عن عمل وطن لإسرائيل في فلسطين من سنة 1900 أبل 1900 يعني قبل ما بقى في دولة إسرائيل بخمسين سنة قبل ألف وتسعمية قبل ألف تمنمية خمسة وتسعين يعني في الحدود دي حصل كلام أنه عايزين أنه عنديش تاريخ بالضبط يعني أريته لكن نسيته ولكن من لا يقول من حوالي سنة ألف تمنمية خمسة وتسعين فيه كلام عاوزين بريطانيا كانت طبما محتلة كل دول العالم بريطانيا كانت وعدت اليهود لأنه هم أغنى ناس في العالم أنه يعملوا وطن لهم في فلسطين شوف لما من سنة ألف وتمنمية خمسة وتسعين عاوزين يعملوا وطن لفلسطين قعدوا خمسين سنة لحد ما الوطن يتعامل فأنا بقول لكم الناس دول ما بيفكروش الخطة الخمسية الناس دول بيحطوا الخطة الخمسينية أو الخطة المئة وي شوف مثلا الإسرائيل العالمية لما كانت عايزة تدمر الدول العربية اللي بيسموها الربيع العرب وهو أصله الخراب العربي بدأوها من سنة كام لما زرعوا الإخوان المسلمين سنة الثمانية وعشرين دقالهم حوالي تسعين سنة بيكبروا في الإخوان علشان يعملوا الخراب العربي ويدمروا الدول كلها يعني الفكرة قتلهم سنة الثمانية وعشرين قادوا تسعين سنة يربوا في الإخوان ويزغطوا فيهم ويعلفوهم علشان يجي الوقت أنهم يحتلوا كل الدول العربية والإسلامية ولكن ربنا يعني يعني يمكرون ويمكر الله والله وخير الماكرين يعني هما بكل اللي عملوه مصر ضيعاته في سنة تسعين سنة مجهود وتسعين سنة فلوس وتسعين سنة مصاريف مصر ضيعاته في سنة سنة ليه؟ لأن يعني الناس دول ما بيعترفوش بمجهود لا ما فيش اعتراف يعني ما فيش ربانهم ما عندهمش ربانهم وهو ده نفس الشيء اللي بيحصل دلوقتي في الدول العالم بيفكرهم ايه اللي يعني بيدوروا على أماكن لدولهم بعد ما أوروبا تغرق وبرضو للأسف يعني فيه مخططات أنا سمعتها و يعني سمعتها بنفسي مش قريت لي يعني سمعتها من بيل جيت سنة 15 من خمس سنين ومن باراك أوباما يعني بيل جيت وبرك أوباما قالوا ان هيحصل مشكلة فيروسات يعني يعني قبل أوباما ما يسيب البيت الأبيض اعتى ترامب كتاب كده قالوا لما هيحصل وباء في الزمن بتاعك تعمل ايه؟ لكن ترامب من النوع اللي عايز العالم كله يتضمر ترامب يعني كاره للدول الديمقراطية وعايز العالم كله يتضمر عايز كل الدول تبقى زي روسيا وتبقى زي الصين هو بيقره الصين عشان ما اعطوهش فلوس كان عايزينيا كان عايزهم يعطوه فلوس عشان يساعدهم انهم يحتلوا تايوان فالصين رفضت، عشان كده بيقره الصين لكن هو اصلا بيحب الديكتاتورية بيحبش الديمقراطية المهم ، آآ 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 كان عارف ان هيبقى فيه بندامك يعني يعني الفيروس ده هيجي وباء وبالجيت كان عارف ان هيجي وباء وفي كتب انكتبت من انا انا اتكلمت عن موضوع الكورونا ده من اول مجاه لكن للاسف كل مرة انزل فيديو على الكورونا اليوتيوب تقلعه. اتكلمت عن موضوع الكورونا بالتفصيل في خمس فيديوهات. اليوتيوب شلتهم كلهم. فبطلت اتكلم لاني بتعب نفسه وبسجل الفيديو بعدها باسمه يتشال. فخفتي افرور القناة وبطلت اتكلم. لكن في كتب يعني في ناس نزله كتب من 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 عشرين سنة. ويقولوا انها هيحصل موجودة الكتب دي. انها هيحصل وباء سنة عشرين وهيجوا وباء اسوأ منه سنة تلاتين. والوباء بتاع سنة تلاتين ده هيقضى على تسعين هيقضى على على تسعين في المئة مسكان العالم. يعني مش هيعيش سنة تلاتين غير الاغنية والاسكية. ليه زي ما انا قلت اه شايفين ان العالم بقى زحمة. تغير المناخ بيأكل في الكرة الارضية. ومعادش مش هيكون في مكان الناس تعيش فيه ولا هيكون فيه اكل يقضي الناس. اصلي طالما فيها المية بترتفع والاراضي بتنخفض بتخيء بتقل مش هيكون في مكان الناس تعيش. هتقول لي يبنوا ملطيحات سحاب تايب هم برضو عايزين اماكن عايزين اراضي خضرة يزرعوها عشان ياكلوا واستمرارية توجود الامطار حتماوات الزرع. فمش هيكون فيه اكل يقضي المليارات اللي موجودة. فالناس الاغنياء العالم اللي هي الاسر اللي بتاحكم العالم. وفعلا فيه اسر بتاحكم العالم. اولهم اسرة روتشيلد الاسرائيلية. واولهم اسرائيلية. اسمها عائلة بتتمك بتتحكم في نص الفلوس اللي في العالم. تخيلوا عائلة مني اللي متبكة. اواليا يهودية بتتشكم في نص فلوس العالم. احنا مالشوف الفلوس اللي في العالم دي كلها ايه؟ اه الف تريليون دولار. العائلة روتشيلد بتتحكم في خمسمائة تريليون دولار. نص فلوس العالم بالزبح. وبعدين بقى احوالي بقى في خمستاشر اسرة كمان آآ بيتحكمهم في نسبة كبيرة وبقية العالم بيتحكم في عشرة في المية من اقتصاد العالم. العالم كله بيتحكم في عشرة في المية من اقتصاد العالم. وخمستاشر عيلة بيتحكمه في تسعين في المية من اقتصاد العالم. ففيه يعني مخططات للقضاء على العالم. ولكن هل ربنا حيسمح ليهم انهم يعملوا كده? يعني ما هم ما همش هيقدر يقفوا قدام المخطط العالمي للقضاء على العالم. الا ربنا. يعني هل بقى ربنا هيوافق ان الناس دي يقتلهم ستة مليار بني آدم او سبعة مليار بني آدم هو مخطط بتاهم ان السنة الثلاثين هيكون في تمانية مليار عايزين مليار ونص بس اللي يعيشوا بيقولوا احنا كفاءة اوى في العالم كله مليار ونص الاغنية والاسكية بحيث ان الاسكية يخترعهم كمبيوترات والكمبيوترات هي اللي تشتغل خدامة عند الاغنية يعني ما احناش محتاجين بني ادمين يعني العقول الالكترونية حاليا حاليا دلوقتي ما احناش بقى من عشرين تلاتين سنة حاليا فيها اعاءة الكترونية على شكل انسان خدام بيعمل في البيت بيعمل كل حاجة يعني يقدر ينظف البيت يقدر يطبخ يقدر يعمل شاي يقدر يفتح يقدر يرد على التليفون كأنه انسان عايش في البيت وهو كمبيوتر متحرك ففي المستقبل هيكون للكمبيوترات دي وللاغنية فالدول الغنية ما هيش عايزة الناس يعني بيقولوا ان الناس دي بيأكلوا الاكل بيأكلوا الاكل بدون نتيجة وبيتنفسوا الهوى بدون نتيجة والمستقبل هيكون فيه اكل قليل وهوى قليل وأرض قليلة فبيعتبروا دولة زي الهند يقولك الهند فيها مليار بني ادم مفروض ما الهند ما يكونش فيها اكتر من عشرة ملايين بس يعني الهند فيها مليار عايزين يقدر عليها ما يكونش فيها غير عشرة ملايين من مليار الصين مليار ونص المفروض ما يكونش فيه أكثر من مئة مليون بس يعني الدول الوحيدة اللي هتحافظ على رعاياها اليابان وألمانيا الدولتين الوحيداتين في العالم اللي هيحافظوا على رعاياهم اليابان وألمانيا يعني أصلاً قبل ما الفيروس بتاع سنة الثلاثين ده ينزل هيكون الناس اللي المفروض أنهم يعيشوا واغدين التطعيم لأنه قبل ما بينزلوا بينزلوا الفيروس بيكون التطعيم موجود ومش هنزلوا فيروس ودوروا على التطعيم يعني فيروس الكورونا ده قبل ما ينزل التطعيم بتاعه موجود من زمان وكل الفيروسات اللي بتنزل دي ويقول لك واحد متحول جديد متحول جديد دي كلها تحولات بيجربوها على الناس وهم عندهم التطعيمات كلها يعني الناس المتحكمين في العالم عندهم التطعيمات ولكن بيجربوا الفيروسات كلها على الناس بيشوفوا هتعمل ايه؟ كم واحد يعيش؟ واحد هي موت. يعني 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 لان عرفوا ان الفيروسات اللي هي منتشر حاليا اه هدفها انها يعني تقضي على المرضى. يعني ايه? يعني اي واحد عنده مرض مزمن يجي له الفيروس يموت. عايزين اه عايزين ينظفوا العالم الاول من اصحاب الامراض المزمنة. ليه? لانهم بيقولوا ان الناس دي تكلفة بدون نتيجة. يعني الناس دي ما بتنتجش وعايشة. وبتكلفنا فلوس كتير. لان احنا هنأكلهم وهنعالجهم وكل واحد عايز لواحد هتخدمه تخدمه. فالناس دي عدم وجودها هيساعد المجتمعات انها تركه. فهو ده يعني هو ده الهدف من الفيروس الحالي. انه بيموت الناس اللي عندها امراض. عشان كده انا بقول لمصر لو اي حد في مصر عنده اي مرض في السدر مخصوص ما ياخدش التطعيم بتاع الكورونا. ولكن التطعيم مهم. التطعيم بينقز ارواح. ولكن بيموت اللي عندهم مرض في السدر. لان التطعيم. وكمان بيعتمد على انهى تطعيم. فيه تطعيم بيعطيك بدون امراض. لان الفيروس بيكون ميت. لكن فيه تطعيم الفيروس حي. استرازانكا مثلا. الفيروس بتاعه حي. يعني مفروض اي حد عنده مرض في السدر في مصر ما ياخدش استرازانكا. ياخد آآ فايزر. لان اسأل الدكتور انهى تطعيم الفيروس حي. وانهى تطعيم الفيروس ميت. خد التطعيم اللي في ميت. خلا ما عندك ورد في صدرك خذ التطعيم ال في ميت. زي فايزر. لكن لو.. اللي صحيته سليم ما يخد اي تطعيم ما عندهش مشكلة. اذي انا قلت الكلمة تي لان اسمعت ان فيه ناس بياخدوا التطعيمات في مصر وموتوا. دول اللي هما تطعيم الفيروس فيه صاحي. اتكلك زي اسر tableزانك الفيروس فيه صاحي. وفي نفس الوقت الناس دي عندها امراض صدرية. المفروض الناس اللي عندها امراض صدرية دي ما تاخدش تطعيمات اصلا. او تاخد تطعيم الفيروس في ميت. لازم يكون معك دكتور. يقول لك تاخد انا تطعيم حسب صدرك وصحتك. لكن الناس اللي صحتك وياسة لازم تاخدوا التطعيم. لانهم لو ما اخدوش التطعيم هايموتوا. يعني احنا احنا مفيش بقتين حاجة نعملها. يعني احنا عايشين وربنا هو اللي هيعايشنا وربنا هو اللي هيموتنا. مش هنقدر نقف قدام اه مخططات عالمية للقضاء على البشرين. مفيش بقى ربنا هو بس اللي هي قدر يقف قدام الناس دي. لكن احنا بنا بعمل اللي علينا. يعني انا بقول للناس. اه بلاش بقى القرح والحسد والحاجد. لان مين عارف ممكن كل الناس كلها تموت على سنة التلاتين. يعني الناس لازم تتغير. الناس لازم لازم ترجع لربنا. يعني اه ملااش السوادي القلب ده. يعني مفروض الناس في السودان بقى بلاش سوادي القلب اللي بيعملوه. والناس في في اثيوبيا غصمة. اثيوبيا ربنا هنتقمنهم لانهم اصل قلبوهم اسود. لكن السودانيين معرفش قلبوهم اسود واغبية ليه يعني 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 حظوهم حلو انهم معرف نفس الملكة. اه انا حوتت من قضية القضية 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 ولكن الهدف الاساسي من الفيديو ده اني بعرف الناس ان ليه امريكا عاوزت تحتل اثيوبيا وعايدة تقسمها. لانهم محتاجين مكان لأوروبا تحتله في المستقبل القرية. خدت بالكم لان في ناس يعني 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 العالم كله متشابك عشان تفهم اللي بيحصل لازم تفهم كل حاجة في العالم. حاجة تانية مع اني يعني شرحت الموضوع ده كتير اول كتير. لان في ناس مش قادرة تفهم ليه انا بقول ان ابي احمد مفيد لمصر. ليه بقول ما تفرحوش ان ابي احمد ينهزم. ليه بقول ان ابي احمد صديق لمصر. ليه بقول ان ابي احمد مصلحة لمصر. الناس مش قادرة تفهمها. مع اني شرحتها كتير. بيقولولي ازاي انت بتقول ابي احمد صديق ومصلحة وهو عمال يرفض كل حاجة السيسي بيقول له عليه. يا جماعة ما هو سبب رفض ده هو هو يعني ما هي ما هو المصلحة في رفضه. ما هو المصلحة في رفضه. ما هو لو ما رفضش يبقى ما نفدناش في حاجة. ما هو رفضه اللي هيدينا سبب ان احنا نحربه. ما هو لو وافق على كل حاجة يبقى نحربه ليه? رفضه وعدم اهتمامه بوثقة المبادئ اللي السيسي مضى عليها. ده سبب كافي لمصر قدام العالم كله ان احنا نحارب اثيوبيا. يعني هو ابي احمد بيعطينا سبب ان حاربه. عرفتوا بقى ليه هو وجوده في مصلحة لنا? في واحد يقول لي ده بيعمل كده عشان غبي. ماشي يا سيدي انتوا اعتبروه غبي. غباءه مصلحة لنا. لكن انا باعتبروه غبي. انا بقول ان ده مخطط معمول من سنين. كل اللي بيحصل ده مخطط معمول من سنين. لازم يرفض علشان مصر يكون عندها سبب قانوني ان هتحارب. عرفتوا ليه وجوده مفيد. يعني العناد اللي ابي احمد بيعانده لمصر. هو اللي هيعطي مصر السبب ان احنا نحتل لبني الشنقون. فهمتوا ليه بقى عناده مش 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 وحش لمصر. ده احنا عايزونه يعاند. احنا عايزونه يرفض. فهمتوا ليه الامارات بتساعده باسلحة? لانه لازم يفوز على التجراي ما يعرفش ينهازم. ما ينفعش ينهازم. عشان كده ما بقولوكم الامارات مع مصر يصدقوا. ما ينفعش ان ابي احمد ينهازم. لان لو انهازم والتجراي جمب. التجراي هي 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 هيبقوا مشكلة هيبقوا مشكلة لمصر. وهيبقوا مشكلة للسودان. طبعا الجماعة السودانيين ما عرفش عقلهم يعني عندهم عقلهم مركوب غلط. فاكرين ان السادت ده مفيد عشانهم. ودي معرف يعني ما عرفش افهمهم ايه. عشان كده انا دايما بقول انا عايز احب العدو الغبي احسن من الصديق اه احب عدو زاكي وما حبش صديق غبي. يعني هفهم احقنع السودانيين ازاي ان السادت ده ضمار ليهم. بزي كان هم مش قادرين يكتنعهم. مخهم مربوط غلط. فدول ملهمش حل يعني دول اه ربنا بيحبوهم حطوهم معانا على مركب واحد عشان احنا ننقذهم. بس يعني زي زي يعني يعني فيهم ناس طيبين السودانيين الحقيقة قال فيهم ناس طيبين عشان كده ربنا حطوهم معانا على نفس المركب لانقاذهم. لانهم لو كانوا لوحدهم كان زمان السودان اتقسمت من زمان. فانا بقول الناس يعني 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 بفهم الناس موضوع اه ليه بقول ان ابي احبط في المصلحة? لان هو تمسكه انه ما يعملش اي حاجة و ومش هيمضي على اتفاق مبادئ وكل الكل بنود اللي اتفاق المبادئ خليفها. كل ده في مصلحة مصر. علشان نقدر نحارب. عشان يبقى عندنا سبب قاوي ان احنا نحارب والعالم كله في صفنا. فيهمتوها? ايجوا واحد يقول لي طيب لما هي الموضوع كده كده امريكا بتبني السد لايه? برضو جايبت السؤال ده مليون مرة لكن انا بقول للناس ارجعوا للفيديوهات من الاول. وقلتها مية مرة. اللي مش عارف يرجع يوصل للفيديوهات من الاول ازاي? يتكى على الصورة بتاعتي. القناة هتطلع. اتكى على كلمة فيديو. هتطلع لك كل الفيديوهات. تقدر تكيب كل الفيديوهات من اول فيديو. او لو عايز ترتاح. روح للحقيقة القناة الحقيقة الغائبة. واعمل نفس الشيء. اتكى على الصور اللي هي خريطة مصر. هتطلع لك قناة الحقيقة الغائبة. بدر ما انتكك على الفيديو التكك على بلايسد. وهناك فيديو الفيديوهات وبعد يمنها بلايو ليست. عارفش يا بالعربي ما ل checkingوا بلايو ليست لاعرفش بتريمها بالعربي هتكون ايه عندكم في الموبايل. لكن�� بعد كلمة الفيديوهات هيكون في البلايليست. تتكي على البلاي لسنتهي هيتطلع لك فيديوهات. كل الفيديوهات محتوطة في ورا بعضها. الفيديو Serge والفيديوهات السياسة الوحدة تقدر تسمع فيديوهات صد النهضة واحد واحد هتفهم كل حاجة خلاص؟ عشان يعني يعني مش كل واحد جديد يخش القناة لازم اشرها قاعد عشر ساعات افهمه روحوا للفيديوهات القديمة يا جماعة جاوبت انا على السؤال ده كتير كتير لكن مفيش حد بيروح للفيديوهات القديمة انا قلت قبل كده لما السد اساس واتحط سنة 2011 كانت امريكا عارفة ان اللي هيحكم مصر هو الاخوان خدت بالكم يعني امريكا استغلت فرصة المشكلة بتاعت الاحداث ضد الشرطة ودخلت الاخوان وكررت ان هو ده بقى خلاص الاخوان اللي هيحكمه مصر علشان كده لما السد اتحطى اساساته اتحطى اساسات بدون اهتمام ليه لان مش ما كانش اصلا لما السد اتحطى اساس مش محطوط على اساسات عشان يتبني ويبقى سهد ده محطوط اساس عشان يطلع يبقى بوع بوع يخد له بس خمسة مليار مية وبس وفي الفترة دي الاخوان هيكونوا حاكمين فيقوموا طبعا الاخوان عملاء فيقوموا الاخوان يبدأوا يقولوا يعني قدام العالم قدام مصر قدام العالم اسيوبيا مسكانة من رأباتنا واسرائيل هي اللي معاها مفتاح مفتاح سد النهضة فلازم نعطي اسرائيل سيناء وقناة السويس والسويس في المقابل اسيوبيا طيعتنا ميا نشرب يعني كان المخطط ان الاخوان هم اللي هيكونوا مسكين البلد لما السد دا يتبني عشان كده السد تبني بدون اي اهتمام اه كل المؤسسات في اسيوبيا سرعت الفلوس المليارات بتاعت السد والسد تبني بطريقة سورية ليه ما مش ما كانش معمول الحساب انها هيتحط فيه اكتر من خمسة مليار هو تبني عشان ياخد خمسة مليار متر مية بس لكن لما جاء السيسي شال الاخوان كل المخطط الامريكي انتهى مال انتوا فاكرين ليه اوباما ولو انتوا فاكرين انت باترسون والاتحاد الاوروبي كلهم كانوا هيجننوا علشان السيسي راجع الاخوان مال انتوا فاكرين يعني ليه اوباما بيكره السيسي وليه جو بايدن كان بيكره السيسي وكان عايز انتقم من السيسي لولا وجود يعني السيسي ماسك ضغوطات على امريكا وعلى اسرائيل ماسك حاجات قلتها قبل كده وفي نفس الوقت الصين طلعت بوع بوع لامريكا فامريكا ورب قالوا خلاص يعني خلينا مع السيسي هم احسن من هم نتحد مع السيسي علشان الصين حتاكلنا كلنا فالظروف كلها جات مع مصر ما بقولك انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد يعني المخطط لما الساد داد بنى كان على اساس الاخوان هيكونوا موجودين لكن ربنا بعت السيسي عشان يدمر مخطط لامريكا فالساد دا اصلا ماينفعش يشيل اكتر من خمسة مليار متر ماي ماينفعش ومن هنا يعني المخطط كله اتغير مش هيقدر يابن الساد مش هيقدر يعلوه مش هيقدر يحطه في الماي لان لو حط فيه عشرين مليار سيقعوا هيضمر السودان طب في دول كتير سترفض ضمار السودان يعني ما هو المش بس امريكا اللي عارفة سر العالم كله امريكا عارفة وروسيا عارفة والصين عارفة في دول سترفض ضمار السودان ومصر عرفة ومصر رفض ضمار السدان مصر رفض ضمار السدان علشان كده يعني أبي أحمد علشان كده موضوع السد ده اتأخر لحد مشاله من الرئيس الأولاني وجابه أبي أحمد علشان يعملوا فيلم يعني شرحت أنا الكصة دي قبل كده شرحتها كتير المهم اللي أنا أصدق أقوله أن لما السدت بنا كان على أساس أن الإخوان هيبوا في الحق عدم وجود الإخوان ضمر تفكير ومخطط أمريكا كله والحمد لله أن اللي مسك الحكم في مصر السيسي رجل وطني علشان كده أنا بقول ده رأيي الشخصي أن السيسي ده مش إنسان ده ربنا نزله في مصر ملاك على شكل إنسان الشيء اللي بيعصب يبعث لواحد يقول أنت بتطبل هتطبل لمين يا ابني أنا أمريكاني وعايش في أمريكا من 31 سنة وعمل وشفت السيسي هتطبله ليه بالحقل كده هتطبله ليه أنا رجل أمريكي وعايش في أمريكا يبقى هتطبل السيسي ليه أنا بقولي الحق السيسي أنقذ مصر أنقذ السودان أنقذ دول الخليج أنقذ الوطن العربي كله أنقذ الإسلام كله ووصل الإسلام له ربنا يحميه ولكن ربنا بعت السيسي يكون سبب لأنقذ الإسلام زي ما ربنا بعت الرسول عشان نزل الإسلام ربنا يبعت الإسلام من ذا الرسول وكلنا كده نبقى مسلمين وحفظين القرآن من غير ما يكون في رسول ما ربنا يقدر يعمل أي حاجة وعايز يعمله لك ربنا بيبعت الرسول عشان يكون الحاجة لها سبب فأنا برضو أقول أن ربنا بعت السيسي علشان يعني يعمل حاجة هو عارف أنها معمولة يعني واحد بعتها في آية قرآنية ما عايز أفتكرها مش قادر يعني عايز يعمل حاجة كانت هي أصلاً كانت مفعولة مهم المهم يعني ربنا عايز يعمل حاجة هي معمولة جاهزة عارف أنها معمولة ولكن بعد واحد يعملها وهو عارف أنها معمولة زي ما يكون يعني إحنا قدرنا مكتوب قبل ما نتولد ومع ذلك بنعيش وبنعيش الحياة هو مكتوب من أول ما نتولد لحد ما نمود معروف إحنا هنعمل إيه ومع ذلك بنعيش ولو عملنا حاجة غلط سأخش النار ومجيش واحد يقول لي مهيت الله ما مكتوبة ونظام بإيه نظام بك إنها غلط لأنك برضو لو عملت الصح كان برضو يا ربنا كاتب أنك تعمل الصح خريمتوها يعني أنا لما أقولي النسيس ده ملاك على شكل إنسان أنا فعلاً شايفه ملاك على شكل إنسان أنا فعلاً يعني إحساس داخلي النسي ده مش بني آدم الحاجات اللي بيعملها ما يعملها شغل الملاكة شوفوا عمل إيه في الثمان سنين اللي مسكهم عمل حاجات يعني إحنا كمصريين ما كناش نتوقعها يعني أنا مع إني عايش في أمريكا ما كنتش توقع أنهم كن السيسي يعمل كل حاجات ده كلها يعني زكاء السيسي زكاء مش طبيعي زكاء السيسي زكاء مش طبيعي عشان إنسان يفكر في كل يعني ده سيسي بيفكر في كل حاجة بالتوازي مش بالتوازي بيعمل كل المشاريع وفي وقت واحد وربنا فتحها معاه ربنا سخر له امريكا. شوف لما ربنا يسخر له امريكا ويسخر له اسرائيل. يبقى ده ملاك ولا يشبه لك. يعني اه في قصة يمكن اطول عليكم شوية لكن قصة سمعتها اه واحدة مسلمة اوي واحد دايما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما تريد تقرر الفتحة. فواحد كافر بعت لها اكل وشرب مع السكرتيريا بتاعته. وقال لها اخوتي اعطي الحاجات دي للستة المسلمة. ويقول لها ان الشيطان هو اللي بعتها لك. اه وشوفيها هتقبلها ولا مش هتقبلها. فراحت اعطت الحاجات للستة المسلمة. السكرتيريا اعطت اكل يعني او خير كتير للستة المسلمة. وبعدين بتسألها انت مش عايزة تعرف الحاجات دي جات منين. كان رد الستة المسلمة عليها ايه? ربنا لو عايز يساعدني هيسخر الشيطان انه يساعدني. شوفي شوفي رد الستة. الستة قالت لها. قالت السكرتيلة. لو ربنا عايز يساعدني هيسخر الشيطان هيخلي الشيطان نفسه يساعدني. شفت يعني يعني شفت الاجابة. السكرتيلة انكتمت على طول. لان الشيطان فعلا هو اللي بعت لها الحاجات. شوف ربنا قضاء ربنا سخر الشيطان انه يبعت للستة مساعدة. اللي الستة محتاجها. فانا بقول ان يعني ربنا سخر امريكا واسرائيل للسيسي بتحت ايدي السيسي. يبقى ده ملاك ولا مش ملاك? يعني ده وجهة نظري تقبلوها ترفضها انت واحرار. انا شخصيا شايفه ملاك. خلاص? ما تنسوش الله الوطن السيسي. تحيا مصر. يحيا البرهان. يعيش جيش السودان. وطبعا يعيش الجيش المصري دي موجودة ضمن تحيا مصر. خلاص? ما تنسوش الصبع لفوق. ورسالة. وحاولوا تنشر القناة علشان ننقذ ما نقدر اللي نقدر عليه. يعني عايز صوت يوصل للناس. مش عشان عايز مشاهدات عالية لا اعاوز. انصح الناس. يعني هقولكم حاجة سمعت في قناة من القنوات. معرفش جهلا او عمدا. هل في حد في مصر ما يعرفش ان حماس عملاء لاسرائيل. في حد في مصر ما يعرفش ان حماس صناعة اسرائيلية. ازاي في قنوات. لسه الحد دلوقتي بتقول ان حماس عدوة لاسرائيل. وحماس بتضرب اسرائيل بالصواريخ. اه ده يا جماعة ده ده مش ده مش حقيقي. ده اه يعني معرفش القنوات دي هدفها ايه ولكن ده مش حقيقي. يعني المفروض يكون فيه شوية جدية. مش لمجرد ان كناة من القنوات عايزة تاخد اصوات الفلسطينية. تقوم تقول ان حماس عملاء لاسرائيل. وحماس ضربة الاف الصواريخ على اسرائيل. واسرائيل بتخاف من حماس. لازم يكون فيه شوية جدية. فيه حد في مصر ما يعرفش ان حماس صناعة اسرائيلية. طب ازاي حماس صناعة اسرائيلية وحتضرب الاف من الصواريخ على اسرائيل. مع ان شرحت الموضوع ده قبل كده كتير. وقلت ان الصواريخ بتاعة حماس الاسرائيل دي صواريخ العابنها لي. وان فيه حماس فعلا ضربت اسرائيل بالصواريخ بالنهار. علشان الناس تشوف الصواريخ. ولكن الصواريخ بتاعة النهار دي كانت بدون متفاجرات. ونزلت في اماكن فضية ما ازادش حد. هيج واحد يقول لي والعشرة لاسرائيليين اللي ماتوا. هقول له حماس رمت الفين صاروخ وحمل هم عشر يموتوا. الفين صاروخ. عشرة يموتوا. ومع ان العشرة معتوش من حماس. العشرة دول ماثم من سواريخ القبة الحديدية الاسرائيلية لانها فاشلة. الكبة الحديدية مشروع فاشل. الصاروخ بيطلع في السماء وينزل ثاني في مكانه. الصواريخ الخبة الحديدية الفشلة هي اللي واقت على سكان اسرائيل وهي اللي اقتلت العشر الاسرائيليين. قلت الكلام ده كتير. وبعد ذلك فيه قنوات تقول ان حماز قوي حماز بتضرب اسرائيل. حماز بتخواف اسرائيل حماز حماز حماز. ده ليس حرام عليكم حرام عليكم تعطوا teach people in اشتركوا في القناة